للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي دكتور علي بعد تحية توجيه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه سواء بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كيف ترى هذه الخطوة الهامة ضمن جهود رفع سقف الحماية الاجتماعية وتحسين مصطوى المواطن المصري نصر الله الرحمن الرحيم تحياتي حضركم وكل سادة المشاهدين الكرام دعنا نقول طبعا أن برد تيجي صورة مهمة جدا الغرض الرئيسي منها رفع مصطوى معيشة المواطن المصري لأن نحن نتحدث عن ما يطلب من حوالي 5 مليون عام في جهاز الإدائل للدولة نسبة كبيرة منهم لما يحفظ تحسن في منظومة الاجتماعية الخاصة بهم اللي هم لا يطلب عليهم محدودة ده أكيد ده هيساهم الفاتح كبير في تحسين لمستوى البعيشة هو جزء مهم جدا من الحماية الاجتماعية للدولة بتأكد عليها في التحسن الملحوظ على منظومة الاجتماعية تحسن بشكل ملحوظ عام على الأخر وتفاعات سديدة جدا بتحسن فيها إزاي كمان أن الاهتمام ده وصل إلى قطاعين مهمين جدا قطاعي التعليم والصحة وده يمكن أن نوضح على مستوى البزء الخاص بمنظومة التعليم وتصوير المعلمين التعليم الذي تحدث عن ما يخص من 3.1 جنيه والجزء الأخر نصار طبعا بالتعليم العالي اللي هو واحد من مليار جديد تحسن الجودة للعضاء جزء الأخر قطاع بيك طاع صحة بالنسبة بقى التحسن بالأثناء لكي طبيعة والصطيق اللي هي كمان فادوا الساكس كبير صغير في التعليم وكانت نقطة 5 جدا بتاكس واضحة على تحسين هذه المنظومة حصة بيئة وبالتالي ستبقى في الموازنة قطة بيئة العام القادمة ستبقى في موزفها ما يقوم بقى 300 مليار جنيه وكذا ما يقوم بقى 39 مليار جنيه حين العام المالي الحالي وبالتالي ستبقى في شكل كبير أنها تستمر في تحسين المنظومة أيضا بالإضافة إلى ما ذكرته دكتور علي تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتمويل قانون مرتبات الأسذة المتفرغين قراءتك أيضا لذلك تطبيقا لأبعاد التنمية الشاملة في إطار السعي للارتقاء بجودة التعليم مثلما ذكرت وذلك من خلال المخصصات المالية بشكل خاص الدولة تتحرك بخطوات جدا تجاه بناء الإنسان مصري وجزء منها التعليم والصحة والجزء الخاص بالتعليم يمكن على وجهة تحديد أعضاء هيئة التدريس كان لهم مطالب خلال السنوات الماضية بجودة الخاصة بهذه المخصصات ففكرة أن الرئاسة تبقى أنها توجه بالسعي خدمة لزيادة المخصصات الخاصة به أعضاء هيئة التدريس بشكل عام ده جزء طبعا مهم جدا وإزاي نحن نستكمل منظومة التعليم بشكل عام يعني بمعنى ترى على مستوى تعليم الأساسي أو التعليم العالي تتحاول أنها تحسن من منظومة الأجوار بالنسبة للعملين في هذا القطاع الأساسي والستراتيجي بالنسبة للدولة وفي نفس الوقت يبتدي أنه هو كمان يتوصلهم الحماية الاجتماعية المسلوب لأنه كمان يمكن عضاية تدريسة عشر تحديد من الطبحة المتوسطة واللي يمكن بخطة التضخمية كانت قصرت بعض الشيء على التعليم العائفة وبالتالي هذه الزيادة تيجي في وقت مهم جدا وقت مناسب كانت فعلا أعضاء التدريس على وجه التحديد وأنا يعني متشرف أننا منهم كنا فعلا ده وقت مناسب جدا أن نتنظر الدولة لأعضاء التدريس لأن فعلا كان الوضع كان يحتاج فعلا نظرة من الدولة وتوجهات معتقدها في محلها وبتوقيت كمان مناسب يعني أنا مش بكلم بس على القرارات ولكن على توقيتها وفكرة إعلانها لأن في الظروف اللي دي برد بيها العالم كله مش هقول بس بالاقتصاد المصري أعتقد أن فكرة زيادة الإنفاق الحكومي على الجزء الخاص بي منظومة الأجور كمان هيدر سالة مهمة جدا للقطاع الخاص أنه يحسن من منظومة الأجور اللي دي نعم أشكرا جزيلا شكر دكتور علي الإدريسي الخبير لاقتصادي شكرا جزيلا على هذه المشاركة موسيقى موسيقى